بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد حديثنا معكم عن مفهوم السعادة وعن السعادة الحقيقية بعض المفكرين والفلاسفة يقول السعادة أن تجتنب التفكير السلبي يعني أن تفكر بإيجابية وبعضهم يقول أن السعادة إنما تكون في اعتمادك على نفسك فقط لا أن تعتمد على غيرك وبعضهم قال السعادة في الحد من الرغبات والملزات يعني أن تكون بضوابط وبحدود وبقانون لا أن تكون مفتوحة وبعضهم قال إذا كنت تشعر بالاكتئاب فأنت تعيش في الماضي وتفكر في الماضي وإذا كنت تعيش في قلق وتوتر فأنت تفكر في المستقبل وإذا كنت تشعر بالسلام الداخلي فأنت تفكر في وقتك الذي تعيش فيه وهذا ما نريد أن تفكر فيما أنت فيه وإذا فكرت في المستقبل فلا تتوتر ولا تقلق بل اعتمد على ربك بعد الأخذ بالأسباب ولا تفكر فيما مضى من الزمان ولا تتأسف على ما فاتك لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والسعادة هذه هي شيء معنوي على عكس اللذة التي هي شيء حسي فالملذات تأتي من الخارج أما السعادة تأتي من داخل الإنسان السعادة بداخلك ولكن كن فطنا في إيصال نفسك إلى السعادة ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب هذه سعادة ربنا سبحانه وتعالى وعد قال من عمل صالحا من زكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة وقبل أن نتكلم في هذا الوعد ينبغي أن ننبه على أمر في غاية الأهمية ليس معنى هذا الكلام أن نترك الملذات ولكن كما أمر الله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا الوسطية في كل شيء التوسط وَرَبُّنَا وَعَدَكُ فِي حَالِ الْتِزَامِكُ وَأَلَّوْ إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ما هي الطريقة؟ منهج الله أن تلتزم بما أمرك الله أن تكون طائعا لربك قريبا من مولاك لأسقيناهم ماء غدق لأن الماء هو أساس الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي الأرض لا تعمر إلا بالماء الأرض لا تخضر إلا بالماء الكون لا ينشأ إلا في وجود الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي لأسقيناهم ماء غدقا يعني ماء كثيرا بدون عناء وبدون تعب ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ثم نعود إلى الوعد الرباني من عمل صالحا من زكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة قال العلماء هذا في الدنيا أن تعيش عيشة طيبة أن تعيش مستور الحال أن يرزقك الله البركة أن يحفظ الله لك أولادك وزوجتك وأهلك أن يبارك الله لك في صحتك فلنحي أنه حياة طيبة عدم ذهابك إلى الطبيب هذه نعمة كبرى من الله عليك من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا كلها عنده قوت يومه لم يقل عنده قوت شهر أو سنة أو سنين وإنما قال عنده قوت يومه قال العلماء ومن أحياه الله حياة طيبة كما وعد أماته ميتة طيبة قال ربنا تتوفاهم الملائكة طيبين أن يستمر العيش الطيب معك في حال حياتك وعند مماتك ومن أماته الله ميتة طيبة بعثه الله بعثا طيبا قال ربنا وسيقا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين ومن بعثه الله بعثا طيبا أسكنه مساكن طيبة قال ربنا في سورة التوبة ومساكن طيبة في جنات عد استمرار العيش الطيب معك في حياتك وعندما ماتك وعندما يبعثك الله وأنت في الجنة اللهم ارزقنا العيش الطيب والحياة الطيبة هذا والله ولي التوفيق موسيقى